خرجت شابه بزاف على وشكلنا نسلنا فيه ووشكلنا متوقعين لأول مرة في السوق الجزائري وفي محل أثاثة ثقة راشنبر الثقة رحي نتشوفها اليوم في البواءات وفي اللون البني بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن جودة وإتقان وهذه الشنبرة رحكم تشوفوا فيها من الورشة تعنا نشكر الأخ حمزة وخونا رزق على هذا التصميم وكامل الطاقم ليوقفوا باش يخرجوا هذا التحفة الفنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما سبقتوا وقلت لكم اليوم رح نشوفه الشنبرة بزاف بزاف شابه كنتوا شفتوها في البواء وفي اللون الابيض هذا المره في اللون البني وفي البواءات ربلا منطولها لكم خواتنا نبدأ بالخزانة اللي رح تكون فيها زوج مئترات واربعين وفي الارتفاه رح تكون بزوج مئترات وخمسين مرفوضة للأرض بشكل خارجي رهيب جدا جدا وجميل خواتنا نحكي وعلى الله كله رح عجبتني بزاف ما شاء الله او خرجت طريق 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 بالفيني كما رح نشوفه رح نسيبه في شاك بورت رح نسيبه فيها المرايات مرايات وسطانية خواتنا جوية نتعة نحن الله في نيسون خواتنا كما رح نشوفه والصحاب لا أتبعو لكم خواته يعني رب يبارك كما رح نشوفه فيها لاو با جاي بيان ديكوري فلافنا نحن سيبه كاتبي وروران فورسي خواتنا بيانسير حاجة ماشاء الله هذا بالنسبة للشكل خارجي لاو خواتنا كيف رح نسيبه فيها هذه هي العرصات التي سوف نسيبها أبو بورتو في الجمب أكثر من هذا الموتيف يعني شيء ما شاء الله واروح نشوفها من الداخل وهذا لكم ربي بارك التقسيم الداخلي شباب وباهي وطرفة خير كبيرة لدينا منها 4 طاجر يعني 5 طباقات ومنها 4 طاجر 5 طباقات الخمسة والخمسة يقولون 10 أي طاجر وإصباز بغلات رنك ما عندي ما نقول هذا هو التقسيم الداخلي ونزيد لكم أمور ما شفنا التقسيم الداخلي الله يبارك تعال خيزانة ننتقل ونشوفوا السرير اللي رح يكون فيه متر سعين على متر ستين متر ستين على متر ستين بالنسبة الارتفاة اللي تدولي رح يكون فيها تقريبا متر خمسين كما رحكم تشوفوا خوتنا السرير وحده حكاية يا ربي بارك لا تدولي رح تكون كابيتوني كما رحكم تشوفوا بالبليا فلستي شسترفيل وشوفوا اللي ربي بارك هاداك لانكادرهم بلوس هذه العرصات اللي كنا أيضا شفناهم في الخيزانة هذا المرة جنا مختلف تماما بيانسير مرفوضة على الارض وشوفوا اللي رحوا انبوى يعني حاجة فريمان فريمان متقونة هذا بالنسبة للليل شخصيا خرج تحفف النية بالنسبة للطلاب دونوي سيكون مرفوضين على الارض بدي بي غازيل قاعدة زجاجية وهنا انتيروار بلارا تيليسكوبية بلارا تيليسكوبية كما رح يكون فيها متر خمسة وعشرين كما رحكم تشوفوا فيها والارتفاع رح يكون فيها متر خمسة وثمانين كما رحكم تشوفوا هنا سطح زجاجي مع الارض افاق بدي بي غازيل حاجة ما شاء الله بالنسبة للبيئ غازل مشغل الفلافون من ملاريال خوط نرام دي بيئ غازل وهنا كما راكم تشوفوا هذه الانحلاءات والاويجاجات اللي خلاوها تكون بزل بزل شابا سيكونوا كنين طرواء مير وارسة باري كما راكم تشوفوا بالبواء حاجة ما شاء الله جي انسان فيما فيهم نيل انسيزيون نلبيسوا هذا هو بالنسبة لهذا القوف راح يكون ثانيك انكلو وتقدروا الدبراسيوه كما تحبوا وماشاء الله يعني تقدروا امام تستغنىوا عليه تماما فلاك وافلس كما راكم تشوفوا فيه تقدروا تحطوه في الخزانة كما تحبون انتم فوالا بلا من دير ديقة هاليكم مجيز الله يبارك هذا خوتنا يجب انتيروار بينصير بزل 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 باهي وشباب هذا هو بالمختص المفيد الشرح تالى شامبا الثقة الله يبارك خوتنا جيت بزل بزل شابا وشخصيا عجبتني ماشاء الله كما قلت لكم ما كنتش نتوقع فيها تخرج بهذا الجمال والرونقة ثم ثانيك خوتنا قلونا اتعكم في الكومنتير وقلونا اسك عجبتكم دونك خوتي اي واحد عجباتو وحبي يحدث ساليا يتصل بنا عبر الالقامة تعنا وتوجون اثافي